مجموعة أثناء بثقت من وحي حاجة المجتمع الفلسطيني لللمسة الجمالية الفنية ولإضافة رونق يعكس العراقة المتأصلة في جذور هذا الشعب وإبراز صورته الحضارية ولإيجاد حالة تجمع للفنانين الفلسطينيين لإخراج أقصى ما يدفنون من إبداع وصحق حالة التشرذم التي يعيشها الفنانون في ظل غياب جسم يحمل الفن التشكيلي في فلسطين للعالم ويبرز الهوية الفنية للمجتمع الفلسطيني فأبدعت هذه المجموعة بجدارية هنا أرض كنعان الأكبر في فلسطين بل في العالم العربي هذه الجدارية رسمها مجموعة من الفنانين والفنانات الفلسطينيات للتعبير عن التاريخ الفلسطيني العريق وتذكيرا بنكبته ونكسته ومعبرة في الوقت ذاته عن أحلام المشاركين نتعولنا موضوعات عديدة منذ العهد الكنعاني مرورا بالنكبة والنكسة أبو عمار في الأمم المتحدة وبعض الأحداث والمشاهد من حياة الفلسطينية بشكل عام ثم انتقلنا إلى حلمنا بقيام دولة فلسطينية ثم أفكار وأحلام وأمال الفنانين المشاركين تضع الفنانة مجد لمساتها على صورة مفتاح العودة وتعمل على مدار ثماني ساعات يوميا في جميع أيام الأسبوع لإنجاز عملها وتصف شعورها بالرائع وهي تشارك بالجدارية التي تختصر التاريخ بالفن وتصور الفترات التي مرت بها فلسطين أكيد أنا مبسوطة وفخورة جدا أنه إحنا قدرنا نعمل هيك إشي وإحنا لسا فنانين صغار يعني مبارح لسا تخرجنا من الجامعة وإن شاء الله بيوصل للعالم الرسالة اللي إحنا بنوصلهم إياها عن فلسطين كيف مرت ومراحل العذاب والأسى وحاليا والمستقبل إن شاء الله وشو منتمنى لها وشو منحلم فيها فأنا بالمختصر كتير مبسوطة وفخورة بالإشي اللي إحنا بنعمل فيه فمن ينظر إلى اللوحة يمكنه أن يمر على التاريخ بالألوان والرسومات والصور المختلفة فالصورة هنا تختصر الزمن من أمام أكبر إجدارية في الوطن العربي أحمد عوض نابلس